موسيقى على كل خلونا الاول نرحب بحضراتكم ونقول لكم اهلا وسهلا بيكم معانا وحلقة جديدة انتو عارفين احنا كنا لسه بنتكلم دلوقت انا وزملائي واحنا عاديين في قوضتنا الضخمة الكبيرة المهولة وهي ولا ضخمة ولا مهولة ولا حاجة هي القوضة لو دخلت فيها الترابيزة دي القوضة لا تصدق الترابيزة دي اكبر من القوضة برضو احنا قوضتنا صغيرة محندقة بنقعد فيها تقريبا كده حوالي تسع بني قدمين نقعد نتكلم ونتناقش ونحكي ونتبادل اراء ونتفق ونختلف وده بيبقى بالنسبة لي شيء مهم جدا ومثمر وملهم اذا صح التعبير على مسألة ملهم كنا بنتكلم تحديدا على ستة اكتوبر والحرب وكت بتكلم مع زملائي وبيتكلموا معايا على انه مين في جيلنا ده اللي كنت بقوله لحضراتكم من بارح لانه كلنا بنتكلم كده وعلى مش بس جيلنا يعني حتى في جيل زميلنا الاكثر شبابا والاعمارهم اقل مننا بعشر او خمستاشر سنة او اقل مننا يعني على انه احنا كلنا كلنا كان دايما عندنا الحلم بتاع هتطلع ايه هطلع ظابط عشان حارب خد بالك بس كمان كان فيه مناقشة بالنسبة لي اكثر الهاما كانت مع والدتي مبارح الاسيزة تحية عبدالوهايب كنا بنتكلم على وقت الحرب امي كانت وقتها شابة صغيرة صحفية في مقتبل العمر في وقت الحرب بالنسبة تعرفت على ابويا في الشغل يعني في روزة اليوسف وانا شاءت بقى قصة الحب والكلام اللطيفة المهم فكانت قاعد عمالها بتحكيلي على منقشتهم كلهم كمجموعة من الصحفين الصغيرين والصحفين الاكبر سنة والاسدزة الكبار جدا اصحاب الشعر الابيض فيما يتعلق بالحرب وازاي كانوا كلهم بيتناقشوا مش بس في الاطار بتاع الصحفيين والكتاب والاسدزة لكن كمان زمايلهم اللي في البوفيوة مش عارف ايه وبتحكيلي على شكل المجتمع المصري في حالة الحرب في الوقت بتاع الحرب وحتى هي لفتت نظري ويمكن انا من الناس اللي مؤمنة جدا بالفكرة دي واعتقد كلنا احنا بنتكلم على جيش قام بعمل فعلا اسطوري مش فقط تاريخي يعني هو ملحمة وكأنها اسطورة اغريقية ازاي جيش اتهزم او انتكس في 67 يعرف يعيد بناء ذاته ويستعيد روحه القتالية وهو يمتلك نفس الروح الوطنية في خمس سنين فيتحرك هذا الجيش اللي عانى او شال اوزار الهزيمة في 67 واخد بالك الهزيمة او النكسة كانت علينا كلنا كشعب ومجتمع ودولة بس اللي شالها على ظهره كان الجيش المصري فشالها على ظهره خمس سنين دون يأس وشالها على ظهره وهو بيعيد هيكلة وتكوين ذاته هنا الكلام برجع فيه فعلا اللي ام يقاتلي بنوا نفسهم في خمس سنين عشان يتحول لهذا الجيش الاسطوري فينتصر في 73 انتصارا مؤذرا يعني هو انتصار لا يقبل لا شك ولا تأويل لكن يخضع طول الوقت للتحليل بتاع ازاي جيش البلد دي عرف يعمل كده وده يمكن السر الرئيسي وراء بقاء هذه الحرب في اطار ملحمي خضع طول الوقت للدراسة والتحليل في ارقى الجامعات في الولايات المتحدة الامريكية وفي القارة الاوروبية على رأيي الاستاذ موحي اسماعيل جامعاء ولو قعدت تحصر وانا بتكلم يعني بمنتهى الجدية وحرفيا لو قعدت الله يرحمك يا استاذ ياسر رزق الله يرحمك كانت كلمته حرفيا الله يرحمك حرفيا وكانت بيننا دايما منقشات كتير قوى على حرب الاستنزاف وتوسيق الحرب لو قعدت حرفيا تحاول حصر البطولات والملاحم اللي حصلت من سبعة وستين وصولا الى نصر تلاتة وسبعين انا اظن ان مش هيبقى فيه عندنا كتاب واتنين احنا هيبقى فيه عندنا الاستوديو دا داير ما يدور مليان مجلدات على حجم الملاحم والبطولات يعني دا احنا لو قعدنا نحصر بطولات السويس هنتخض خالي الله يرحمه عميد محمد نجيب عميد بحري قوات مسلحة محمد نجيب كان في الحرب كان وقتها مكافحة غواصات في تلاتة والسبعين حلو وهم دول اللي ضربوا المركبة اللي غرقت بعد كده مركبة العدو والضرب عليهم ساروخ فاللنش اللي هم كانوا بيستخدموا اتضمر وكان ليه صديقه وزميله ورفيقه شهيد فبتحكيلي ازاي خالي محمد نجيب وصل للشط عين من عرض البحر انا هنا بكلمك على حدوتة في اسرة حدوتة مش بمعرض ان انا ارويها عليك دلوقتي اللي انا عايز اقولهولك هتلي بيت مصري واحد واحد ما عندوش حدوتة عن الحرب لو ما كانتش في تلاتة والسبعين يبقى عن حرب الاستنزاف وعليه علموا ولادكم شو بقى هنا علموا ولادكم لا ابعد رب ولادكم رب ولادكم على حرب اكتوبر على انه يبقى في حاجة اسمها ازكاء للروح الوطنية في حاجة اسمها ازكاء للروح القتالية المجتمع والشعب المجتمع والشعب اللي وقف كل واحد عشان البلد يتمتصر يا راجل يعني اعذرني وحتى اللصوص توقفوا عن السرقة توقفوا عن السرقة حالة تانية خالص على العموم اعتبر ده مجرد وقود لازكاء الروح الوطنية اعتبر ده غزاء للعقول فكر فيه وانت بتشوف معنا هذا التقرير في اطار احتفالات مصر والقوات المسلحة المصرية الجيش المصري بذكرى لا مش بذكرى بعيد الميلاد التاسع والاربعين لانتصارات اكتوبر العظيمة المجيدة قام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع اكاليل الظهور على قبر الجندي المجهول والزعيمين محمد انور السادات وجمال عبد الناصر رحمة الله عليهم كمان ترقص فخامة الرئيس السيسي النهاردة اجتماع للمجلس الاعلى لقوات المسلحة قدم التهنئة للشعب المصري ولابنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة لاحتفال بذكرى او باعياد ميلاد تجديد اعياد نصر اكتوبر موسيقى في اطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى التاسعة والاربعين لانتصارات اكتوبر المجيدة قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة يرافقه الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق اسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة بوضع اكليل من الظهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر وعزفت المسلحة العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري اصيل وفاء لشهداء مصر الابرار موسيقى ثم قام الرئيس السيسي بوضع اكليل من الظهور على قبر الرئيس الراحل محمد انور السادات وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطهرة ومصافحة عدد من افراد اسرته موسيقى كما صافح الرئيس السيسي عددا من كبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة موسيقى ثم توجه الرئيس السيسي الى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بقبر القبة حيث قام بوضع اكليل الظهور وقراءة الفاتحة على روحه الطهرة موسيقى كما ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الاعلى للقوات المسلحة وقدم الرئيس السيسي في بداية الاجتماع التهنئة للشعب المصري وابنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكر انتصارات اكتوبر كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة بانشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الامن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية مختتما الاجتماع بتوجيه التحية لرجال القوات المسلحة لما يقدمونه من جهود وتضحيات من اجل رفعة الوطن موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خير طيب نكمل مع بعض في حاجة في الدنيا كده اسمها مدن التعلم ايه مدن التعلم دي اقولك انا اليونسكو اطلقت حاجة زي تعتبرها كده مبادرة تصور توجه سميه زي ما تحب تسميه اسمه مدن التعلم يعني ايه بقاها يعني انه مدن تحشد مدن خد بالك مدن ليس دول انا بكلمك على مدن تحشد كامل طاقتها كامل طاقتها وجانب ضخم جدا من مواردها لدعم العملية التعليمية برمتها طيب بس كده يعني نعمل عملية الدعم للناس انها تتعلم السنة دي والسنة الجاية مثلا او خمس سنين او حاجة وانت لمدة خمس سنوات فكرة عملية مستدامة اي مستمرة ما استمرت الحياة دي اسمها مدن التعلم حلو كده طيب اللي طلع القصة دي كلها الجماعة بتوعي يونسكو طيب احنا عندنا مدن تعلم اي نعم عندنا مدن تعلم جدا اوي خالص كمان وعليه خلوني اكلمكو على افتتاح مؤتمر اسوان لمدن التعلم بس خلونا بقى هنا عايزين نعرف التفاصيل خلونا اخب معنا على التليفون دكتور خالد آسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية زكا دكتور خالد اهلا استاذ يوسف مساء الخير على حضرتك وعلى اهلنا في محافظات مصر كلها فاندس حاولت يعني اشكر حضرتك على المقدمة دي وعلى التعريف الواضح جدا المبسط جدا لمدن التعلم مدى الحياة بس الامر ما يستغناش ان حضرتك تشرح لنا اكتر شام امنة اه افتتح اليوم في اسوان اه مؤتمر اه على غاية من الاهمية هو مؤتمر اسوان لمدن التعلم عشرين اتنين وعشرين بالتعاون مع منظمة اليونسكو وابحضور عدد من السادة المحافظين محافظي الاقصر واسيوت والغربية وخمس نواب محافظين ورؤساء المنظمات الاقليمية والدولية المعنية بالملف اللي في غاية الاهمية ده طبعا افندم لو ما نيجي نتكلم على المؤتمر من 3 اكتوبر لخمسة اكتوبر ان شاء الله هو عبارة عن مجموعة من ورش العمل اللي فيها تبادل الخبرات ما بين المدن اللي تنتهج هذا النهر وهو تبني التعلم مدى الحياة واللي بيكون قائم على مشاركة كل مكونات المدينة يعني مقاومات التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والمراكز والمؤسسات البحسية مع قطاعات الصناعة اللي موجودة في المدينة الكل بيكون المنظومة المتكملة القائمة على الانفتاح ثم التعلم في الاخر خالص نصل الى مرحلة الكريشن مرحلة الابدع في نقل التجارب وبالتالي لما يبقى احنا عندنا مشكلة موجودة في مدينة ما في دولة ما لدينا نفس المشكلة في مدينة اخرى يتم نقل الخبرات في التعامل مع المشكلة دي وبالتالي احنا هنا بنبني على قصص نجاح وبالتالي بنعمق ده زي ما حصل مع اسوان من في 2019 وزي ما حصل مع مدينة دوميات في 2021 لهم المدينتين دول فازوا ب اعلى عشر تعلم على مستوى العالم نتيجة لممارسات فعلية سواء كنا بنتكلم على الهوية البصرية او بنتكلم على الممارسات اللي اقيمت في اسوان او على ممارسات المرأة والمجتمع وكيفية الاستفادة منها وانحنا نبني نماذج تعلم حققية على الارض للمجتمعات الريفية اللي موجودة وفي مقدمتها المرأة لكن هنا من الاهمية بمكان فاندم زي ما اكد معاني الوزير اللي هو هشام امن النهاردة ان الامات وليه الحكومة المصرية من جهود في تنفيذ استراتيجية بناء الانسان المصري لاطلاق سيات رئيس في 2018 والاهتمام بالتعليم كأحد اهم عناصر بناء الانسان المصري لما نيجي نسحب على التنمية المحلية عندنا في التنمية المحلية بناء الانسان على اكتر من محول استراتيجية تطوير وبناء التنمية المحلية قائم على تنمية محلية بشرية ودي المعنى بها الانسان سواء على مستوى الدوان او على مستوى العموم الادارات المحلية الموجودة والوحدات المحلية الموجودة في المحافظات المصرية يجي ده من بالتجريب المستمر اللي يضمن للتطوير المستمر وبالتالي في الاخر خالص حنا عكس ده على المواطن على الارض بالتحسين المستمر لجودة اداء اه اه الخدمات فعلشان كده من الاهمية بما كان ان احنا نربط كل المكونات دي مع بعض واحنا ابتدينا طبعا الجيزة وامرونا باسوان ثم اه اه دميات والنهاردة برضو كان اه اه الفيوم ان شاء الله بتنضم لي اه شبكة العالمية لمدن التعلم مدى الحياة هنا الربطة دي في الاخر خالص حتحقق لي الجودة وربط مخرجات عملية التعليم باحتياجات سوء العمل وبالتالي متطلرات خلق منسان في خلق الشخصية الوطنية الوعية وقدرة على المشاركة في التنمية سواء كنت بتكلم عن الجانب الاجتماعي او بتكلم عن الجانب الاقتصادي او بتكلم على الجانب السياسي طيب مكونات ده ايه علشان احنا نعمله بالكونات ده بدانا به في استراتيجية مصر 2030 للدولة المصرية بالمكونات بتاعتها اسواء كنا بنكلم عن التعليم ما قبل الجامعي ثم التعليم الجامعي اللي هي استراتيجية تطوير التعليم العالي واستراتيجية اللي هي قائمة على منظومة البحث ليس للبحث ولكن للبحث للتطبيق لانتاج منتجات تتناسب مع طبيعي القطاعات المختلفة اللي موجودة عندي في الدولة المصرية هايل جدا يا دكتور خالد يعني واضح انكم بتبزله جهد فعلا حقيقي موسيقى موسيقى بص الاول ازايكو عاملين اي مرة كمان احنا فاضل في الشائعات ان احنا نصل الى مرحلة اقرى الحدثة اختفاء الماء والهواء وقرص الشمس من سماء القادرة يعني خلاص احنا فاضل ان احنا نطلع اشاعة على انه حاجة زي الشمس اختفت والهوى مش موجود مع ان احنا بنتنفس والشمس موجودة مع انه النور مالي المكان والمية مش موجودة مع انه الحمد لله والشكر اللي طب عارف اللي قاعد عمال طول الوقت بيدور على اي شيء يعد يهري فيه هو ده الاخوان والشوية اللي حواليهم فيه شوية حواليهم وهماش اخوان خالص بس دي الشغلانة لقمة العيش كده ما هيعمل ايه لقمة العيش كده كسرة نفسه للدرجات دي او كسرة نفسهم للدرجات دي ما هيعيشوا ازاي ده القوت بتاعهم هي دي بقى اللي بجد المية والهوى والشمس بتاعهم اضرب شائعة اضرب بومبو والع نار فهتلاقي انه كل شوية كل شوية زي ما كنت بقولك كده ممكن حتى بناء على مقال الاستاذ خالد ميري من حوالي اسبوع العشرة ايام مصر بتضربها 53 شائعة 53 الف شائعة شهريا انت متخيل الرقم 53 الف شائعة شهريا في منها اللي يسمع وفي منها اللي بيطلع في الاخر خلاص ما بيسمعش مش معنى انها تسمع يعني يتم تداولها والناس تتنقلها معنى انها حقيقة وبعدين دايما فيه مواسم القطاعات الصحية التابعة لوزارة التعليم العالي او القطاعات الصحية التابعة الى وزارة الصحة المصرية وزارة الصحة والسكان لما تلاقي القطاعات الصحية ماشي حلو وماشي حلو تلاقي القطاع الصحي بيحقق نتائج واضحة وملموسة وعليها الامة والناس هتتبسط او اتبسطت او بتتبسط من اللي بيجرى لازم يقعد يدردك في القطاع الصحي ما هو انت عايز لي اخوان يناموا على جنبهم الشمال بيستريحين كده وحاطت ايده كده ورا ويدنه وبتاة ونايم وبيحلم وبياكل رز مبياكلوش مع الملايكة ده طبعا يعني خالص بس والدنيا ماشية استحالة انت بتكوبسه يعني انت عايز تقولي انه لما يبقى في عندك توجيه رئاسي واضح بالقضاء على قوائم الانتظار ايا كان نوع المرض وحجم العلاج وحجم التكلفة عايز تقولي لما نبقى بنشتغل على تأمين صحي شامل وماشي بنجاح عايز تقولي لما ببقى بشتغل على العلاج على نفقة الدولة بتكلفة مليارات مليارات بالمعنى الحرفي يعني الاخوان يسكتوا؟ لأ طبعا وهو لازم يقعد يشنع على الموضوع فهتلاقي مثلا الشائعة الحديثة بتاعت اليوم النهار ده يعني تلاقي مواقع التداء مواقع الالكترونية وصفحات تواصل الاجتماعي وبتاع يقولك بها ايه؟ نقص شديد في ادوية الاورام بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية طيب قبل ما هنرجع على النافي ما هو كذب لأنها شائعة يعني كذب وهقرلك النافي وكل حقيقة انت عمرك عمرك لقيت شائعة على سبيل المثال دي انا عاوزوا يقولي عاوزوا يقولي حجم المخزون الاستراتيجي الواجب الواجب تخزينه او ايجاده في مصر مثلا من الادوية المتعلقة بعلاج الاورام المفروض يبقى قد ايه؟ عمره ما هيدي لك الرقم ده عمره مش بس لأنه ما يعرفوش لأنه حتى لو عرفوا عمره ما هيقولهو لك يعني مش يجي يقولك ايه؟ علما بأنه المخزون الاستراتيجي يجب ان لا يقل عن مش عارف كام جرعة من ده وكذا وكم جرعة من ده وكذا الاخ 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 والآن وصلنا الى نقص حاد وصل الى كذا لأنه لو ادلك الارقام يا مولانا على طول على طول مش بس بقى ايه هتكذب او تنفى الشائعة اصبح الرد بالارقام هو مش عاوز يوصل لك لده طيب تعال على اللي بعده عمرك ما هتلاقي هذا النوع من الشائعات او الاخوان لما يتدولوا شيء ما شائعة كان او حقيقة ما يطرح لك حل يجي يقولك مثلا مثلا اي كلام في الهنتريش الموضوع ده برضو هناك نقص فيه ادوية الاورام كويس ممكن تقول لي ايه الحل من وجهة نظرك ما يقولكش هو ما عندوش اي حلول اصلا ما هو لو كان عندو حلول ما كانش فشل يا رجل ده انتو فشلتو في كل دولة مسكتوها ما فيش دولة غير وجبتوها الارض ما فيش هتلي دولة واحدة الاخوان مسكوها وما جاتش على جدور رقابتها وساعات لقيهم ايه مش نقعد نسمي يعني بس ساعات لقيهم ايه عندما يصل الى الحكم في دولة ما يروح بدء الاول ايه بالفانتازية والزيتة والزنبليتة وتلاقي شوية ارقام كده بتلمع وحلوة ومش عارف ايه كلام من ده وارتفاع سعر العملة امام مسلة العملات الصعبة حلو سنة في التانية وتلاقي درب وتلاقي بيكاكي وبيعيط لكل دول العالمي الحقوني اظن مفهوم انا بقول ايه طيب قول لي الاخوان امت طرحوا حل مفيش حطوا رؤية مفيش مسكوا امت دولة ونجحت ما حصلش امت دالك ارقام ما يقولش هناك نقص حاد طيب شوف المركز الاعلامي المجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وادارة التكنولوجيا الطبية قالوا ايه تواصل معهم من مركز الاعلام فكان الرد يا جماعة نفيا لا صحة لوجود اي نقص في ادوية الاورام بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية هذه الهيئات شددت على ايه بقى خد بالك انه لما جاء شدد على حاجة ده انا مالي ايدي تلت ومتلت على توافر كافة الادوية بشكل طبيعي بما فيها المستحضرات المدرجة ضمن بروتوكولات علاج الاورام ومستلزمات الطبية الخاصة بمرضى الاورام وبيأكدوا دون وجود اي نقص فيها المخزون الاستراتيجي امن مش بس امن ومطمئن طيب بنأكد على ايه كمان في متابعة مستمرة لموقف التوافر بهذه الادوية والمستحضرات والعلاجات بكافة المستشفيات اللي بتقدم هذا النوع من الخدمات العلاجية قالوا هي هنا في الحالة ايه علاج الاورام ربنا يا رب يشفي الجميع ويعافيكم جميعا بالاضافة الى ضخ اي كمية اضافية بشكل فوري في حالة اي احتياج بيشيروا الى انه اتجاه الدولة خد بالك بقى هنا وده المهم جدا وده الحاجة اللي وجع جناب الاخوان وتلهب اكبادهم توطين صناعة المستحضرات الحيوية وادوية الاورام محليا انت بتتكلم على بركان ضارب فيه احشاء واعماق الاخوان من تحت الفوق ومن فوق لتحت توطن صناعة الدواء يعني اصنع هنا اوطن الصناعة عارف يعني اوطن صناعة يعني توطين تكنولوجيا صناعة الدواء طب هو تكنولوجيا صناعة الدواء دي عبارة عن ايه عن بس المكان التركيبات الدوائية دي والمواد الفعالة دي بتتعمل ازاي وبتتحضر ازاي وبتخلق ازاي الاخي 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 ده اللي بيحصل في مصر طيب وإيه اللي يضر الاخوان في ده واحد هو مش عاوز يشوفك ماشي كويس بيتجنن كل ما يلاقيك ماشي كويس لانه هو بيتكشف اكتر قدامك ادي واحد اتنين الاخوان في فترة من الفترات قعدوا لهم بتاع تلاتين سنة مسيطرين على ما يطلق عليه مخازن الدواء يعني مخازن الدواء اللي هي الشركات اللي بتاخد الدواء من المستورد او من المصنع المحلي ان وجد لتخزينه في مخازنهم وفي شركاتهم الخاصة بعد كده يتم توزيع على الصيدليات فيعمل ايه يبقى مسك هو المحبس يطلع دواء ويغرق السوق او يحبس الدواء ويعطش السوق فانت بتيجي تقول له لا ده انا هشتغل محلي وتحت رقابة هيئات ووزارة حدوتة يبقى انت عملت فيه ايه ضربته في مقتل كوبسته هي المشكلة هنا في الحالة الاخوانية انه الكابوس اصبح حقيقة كابوسك في انه انت بتحلم بكابوس انه في مصر في يوم من الايام تبقى بتصنع دواء وبتصنع مكان بتصنع مش عارف ايه بقى حقيقة اوه سكت مش بقى حقيقة بالمناسبة ولس ده اللي جاي اكتر واكبر وهتشوف وهتشعر بذلك تعالوا نشوف بقى حدوتة بالمناسبة حتى هنتكلم هنا على العلم وحديث العلم والعلماء ده بيبقى شيء ظريف ورائع وممتع ومفيد ومبهر قصة جينات البشر عالم سويدي يحصل على جائزة نوبل الطب حدوتة ايه حكاية جينات البشر دي اه دي حدوتة حدوتة يعني شوف بقى الاستاذ شادي عبد الحافظ وهو الكاتب المتخصص في الشأن العلمي يشرح لنا ايه اللي حصل اهلا 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 استاذ شادي اهلا بك يا فندم فرصة صعيدة جدا انا اسعد جدا جدا اوي خالص انا احب حديث العلم واحب جدا المتخصصين في هذه الشؤون والكتاب في هذه الشؤون دايما بصراحة باعتمر ان ده يعالج نقص فيها يعني ابقى مبسوط وسعيد لانه ده معنانا نمخي بيتميلي ايه انا كذلك والله لا ده ده انت من الناس اللي بنلجأ لها اهلا استاذ شادي اقول لي ايه الحدوثة بتاعت العلم السويدي ده والله هو القصة انه الدكتور سيدان تبابو وهو احد العلماء السويديين فعلا من ماكس بلانكين استيتيوت للانتربولوجيا التطورية اكتشاف او الكشوف العامة او انجازات هذا العالم هو مش انجاز واحد اصفد مش بحث واحد اللي عمله ولكن مجمل ارحاته على مدى 25-30 سنة كانت في مطاق الكشف عن علم البحث عن الجينوم القديم طب يعني ايه الجينوم القديم ده الجينوم القديم ده علشان نفهمه لازم نعرف معلومتين اساسيتين الاولى ليه علاقة بيعني ايه جينوم الجينوم هو ببساطة كتاب المادة الوراثية اللي موجود في خلايا كل البشر وكل الكنات الحي وكل خلايا من خلايا موجود نسخة من الكتاب ده زي بالظبط يكون عندك فلاشة عليها فيلم فلاشة دي مكتوب فيها معلومات كان معلومات عن هذا الفيلم اول ما بتحطها في اللابتوب بتاعك بتاع حضرتك بيظهر الفيلم على الشاشة هو كده الخلايا بتاعتنا فيها برضو اكواد مكتوبة بداخلها بداخل النواة الاكواد دي بتحمل كل معلومات عننا كباشر عن لون العيون طول الشعب طول الجلد لون الجلد لون الشعر نفسه كل ذلك وصولا بقى لأضبط التركيبات الكيميائية في خلايا فده هو الجينوم الكتاب الوراثي بتاع تمام صحيفة الحالة الوراثية زي ما بسميها العلماء طيب ليه القديم ليه الجينوم القديم لانه اسفانت اللي عمله مش دراسة الجينوم بتاع البشر ولكن الجينوم بتاع اجباه البشر وهم أناس يشبهون البشر عاشوا مع البشر من حوالي 30 ل70 ألف سناء تواجدوا على كوكب الأرض ومنهم نوعين النوع الأول هو اسمه النياندرتال وده عاش في أوروبا والنوع الثاني اسمه الديني سوغل وده عاش في أدسة الكشور اللي عملها الزيانت قدر يدرس الجينوم بتاع هذه الكائنات أو الأشباه البشر اللي عاشوا في هذه الفترة القديمة جدا وده تقنيا أمر يعني صعب جدا جدا لأنه العينات تخيل عينة محفوظة في حتة عطمة جوا كهف بقاله 40 ألف سنة موضوع بالطبع يعني تخيل مدى الصعوبة كأنك بتدور على قشة في جبل قشة مش حتى إدرا في كوب قشة زي ما بيقول فالوصول لهذه البيانات عن هذه الكائنات اللي عاشت من 40 ألف سنة كان شيء صعب جدا ما دمشي حق أجر هذا الرجل طيب إيه اللي أضافه بقى لما اكتشفنا الحاجات دي اكتشفنا أنه في رابط ما بيننا وما بين هذه الكائنات أنه البشر قبل 70 ألف سنة هاجروا من أفريقيا عن طريق مصر بالمناسبة ووصلوا لأوروبا تزاوجه مع حفل تزاوج يعني مع اليندرتان وفي آسيا جنوب شرق آسيا تحدينا حفل تزاوج وأنه هذه الأجناس البشرية لها جزء من الحمر النووي بتاعه موجود في الحمر النووي بتاعنا دلوقتي يعني مثلا لو فيه شخص أوروبي يقرر يحلل الحمر النووي بتاعه الجينات بتاعته الجينوم بتاعه هيلاقي فيه نسبة 1-2% متاخد من اليندرتان وهكذا الناس اللي في جنوب شرق آسيا بالنسبة لبينيسوفا طب ده بيوفيد بقى طب فيه ما هي جائزة نوبل طب وفيسيولوجيا بيوفيد في أن العلماء حاليا أصبحوا قادرين يفهموا في أوروبا اكتشفوا أن ده مثلا ليه علاقة بجزء من الجينوم اللي متأكد من اليندرتان نفس الأمر ليه علاقة بعض الأمراض المناعية وبعض أمراض النوم بل أنه حتى في أثناء جائحة كوفيد 19 اللي فاتت الظنط ده نفسه شارك في أرحاس بتقول أنه بعض الأوروبيين أو بعض الناس في العالم عموما لأنه الجين مش موجود في أوروبا تحديدا يعني ممكن في أوروبا متركز فيه بس موجود في كل العالم برضو بنسبة مختلفة أنه الناس اللي عندها حساسية للإصارة الشديدة بكوفيد 19 ثم طبعا الأعراض الشديدة اللي قد تؤدي للوفاة الحساسية دي نابعة من جين قد يكون له علاقة بالنياندرتان فالكشوف بتاعت هذا الرجل بتخلينا ننظر إلى أمراضنا وننظر إلى الفيسيولوجيا بتاعت جسمنا من منظور تاني أخر ما تنشل العلماء يتخيلوه أنه نحن ورثين الحنكات دي عن ناس عاشت معنا من 40 و50 ألف سنة بسطة طبعا علمية شديدة طيب ده وصححني لونا غلطان معناه أن احنا كان فيه عندنا عملية نوعين من المخلوقات العاقلة أو حتى شبه العاقلة أو الزكية على سطح هذا الكوكب البشر ونوع تاني زي إنسان نياندرتال صحي كده؟ والله هو حتة كانت عاقلة أو لا ده لسه مصار بحث علمي لأي درجة كانت كهناء عاقلة لكن كان عندي نوعين يعني كانوا أشبه بالبشر في جسمهم تماما بس مش شرهم تماما والعلماء يعرفوا في هذا النطاط أنهما يعني مثلا ياندرتال تحديدا نعرف أنهما أشعالوا النار يادوي يعني أشعال النار عشان يأكل ويعرفوا أنهما مثلا من الحاجات اللي نعرف عنه أنهما مارسوا نوع من الفن رسموا علامات زائد ونائس ورسومات بدائية آه بس رسموها تماما لكن إلى أي مدى كان وضعوهم بالنسبة للحثة كانوا أشعال تعاقلة أو لا العلماء مش عارفين ده بالنسبة مثل يعني مش عصولهم اللي إنه أنا كده عندي نوعين كده عندي نوعين والمعلومات عنها ضعيفة جدا 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 لكن تاني ده معنى أن أنا عندي نوعين عندي كائنات البشر وعندي إنسان نياندرتال وأشباه والثالث كمان البينيسوفا والثالث دينيسوفا اللي موجود في آسيا صحي كده؟ آه وفيه كمان بس إحنا مش عارفين منهم يعني عارفين منهم بعضهم ده بس أمثلة دي اللي خدت نوبل الستنادي إنما فيه كثير فيه أكثر من نوع طبع الحاجة كبيرة كده اسمه الجنس الإنساني اللي هو فيه البشر اللي هو إحنا يعني وغيرهم من هؤلاء أشباه البشر يعني إذن إحنا مش من هؤلاء الأشباه خالص إحنا عندنا حالات من التزاوج والتناسل فأدت إلى وجود نسب جنازة ما حضرتك قلت من واحد لاثنين في المية مثلا حصل يعني هو البحث العلمي في النقطة دي بيقول إنه حصل تزاوج ما بين البنو البشر إنه هو إحنا مع هذه الأجناس اللي عاشت قديما والتزاوج ده أدى لوجود نسبة قليلة من جنهم في الجن بتاعنا ما قالت لنا لأنه يعني لما إنسان بيتجاوز إنسانة لما واحد يتجاوز واحدة جزء من جيناته وجزء من جيناتها بيتحد ومعاً يروح للطفل آه تمام فبالنسبة لنا البشر طبعاً ده بيروح بنسبة ثمية في المية إنما إحنا اكتشفنا في جينات البشر بنسبة من واحد لثمين في المية بس من جينات النياندرتال وبتصل لثتة في المية في جنوب شرق آسيا بالنسبة للدينيسوفن بس مش في كل الحالات طب ده كمان من فهمي لكلام حضرتك إنه مواطن الضعف اللي موجودة عندي كبشري سواء إذا كان اللي بتؤدي إلى الأمراض أو لضعف الجهاز المناعي جايا لي من هذه الأشباه آه آه جايا من النياندرتال وبعض الباحثين بيقولوا زي ما حضرتك بتقول كده إنه ده أصلاً كان أحد أسباب انقراض النياندرتال لأن النياندرتال والدينيسوفن دوله انقردوا من زماء طب هي أسباب انقراضهم قالك ما يمكن هي دي إنه جيناتهم كان فيها درجة من الضعف ما فعدتهمش يستمروا لتكافهم على الحياة بينهم البشر اللي هو إحنا اللي هو علمياً اسمه الإنسان العقل قدر يستمر ويشمل بسبب إنه جينياً كان أقوي إذن وبعدو صححني لو أنا غلطان ده معناه أو هذه الأبحاث معناها إنه نظريات النشوق والارتقاء لداروين لم تكن بهذه الدقة إنه إحنا مش كائنات متطورة من كائنات أولية أو بدائية إحنا حاجة تانية لا هو أقول لحضرتك حاجة هو يعني هي ولا هو على العكس بس صدر في النقطة دي تحديداً إنه البيولوجيا كثير من نظريات التطور أنا عارف أنه فيه جدل شديد في المجتمع المصري والمجتمعات عارفة عن كلمة نظريات التطور وحالياً ما فيش حاجة ما كده فيه حاجة ما البيولوجيا التطورية وده نطاق كبير جداً علم كامل موجود ليه فروع كتير بقى فيه ناس بتدرس الجانب بتاع الإنسان وناس بتدرس الجانب بتاع الأمراض وناس بتدرس الحيوانات وناس بتدرس عمالة التطور نفسها يعني فيه تخصصات كثيرة بهذا النطاق معاش في حال نتمها بالمعنى المفهومة بالتطور ده عندنا أننا بس في الجدل أو في الجدل اللي بيبعى عالمياً حتى على السوش في المجتمع إنما البيولوجيا التطورية هي شيء ثابت وفيه آلاف علماء بيجرسوه عندنا في مصر علماء كبار في هذا النطاق طبعاً طبعاً طيب مر حاجة تانية كبادة أساس الشيدي هل ده أو النتائج بتاعت هذه الأبحاث ممكن تؤدي إلى بعض الأمور اللي بنتطلع إليها زي العزل الجيني ننقدر أعزل الجينات اللي بتسبب ضعف معاء مناعي أعزل الجينات اللي ممكن تبقى مسؤولة عن الإصابة بمرض السكر أعزل الجينات عن اللي ممكن تبقى مسؤولة عن تطور خلايا لتصاب أو لتتحول إلى خلايا سرطانية إلى آخره يعني هل هيبقى هناك نتائج كثيرة خلال سنوات قادمة بالتأكيد بهذا الشكل طبعاً هو كل كشف ليه علاقة بعلوم الجينات بيؤثر لا شك في الطب المعاصر لأن الطب المعاصر يوم بعد يوم بتحاول للعلاج الجيني الجين تيرابي والعلاجات اللي بتعتمد علينا نشوك الجين المعصوب أو اللي فيه مشكلة إيه ونروح نعلمه نوقفه نمنع وجوده أصلاً مستقبلاً فأي كشف منه من الكشوف دي ليه علاقة بالجينات البشرية اللي نعرف آه ده الحتة دي تحديداً هي المشكلة وعنا ورسنها من وا 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 فبقى المعرفة ده هي بتطور فيما بعد علاجات قوية العلاج كثير من الأمراض زي السكر وزي بعض الأمراض المناعية والسرطان مستقبلاً يمكن لا ده إحنا هيبقنا بعد كده بقى حديث كده تتنورنا في الستوديو ونقعد نتكلم أنا مستمتع ومصوت ودي من ضمن المناقشات اللي أنا حبها جداً يعني أكيد حتىك عارف برنامج ستار توك حديث النجوم ده من البرامج اللي عاملالي هوس في دماغي يعني هوس مزهل مزهل يعني شيء جميل والله تمامك بالعلوم ومنتجاتها يعني شيء جميل أنا كذلك أحب العلم جداً وأقرأ دايماً أنا شايف ليه ما طلعتش عالم إيه اللي خليني طلعتم وزيع والله بسمه يعني على قدي برضو الحمد لله أنا أشكرك جداً 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 أستاذ شادي عبدالحافظ الكاتب المتخصص في الشأن العلمي علموا ولادكو الكلام ده بالمناسبة مش الكلام ده بالتحديد يعني مش هذه الأبحاث علموا ولادكو أهمية البحث والتقصي والمنقشة والجدل وخلق السؤال والإجابة عليه بالمناسبة أنا تعلمت في حياتي حاجة مهمة جداً أهم سؤال أدى لتطور البشرية كان لماذا؟ وعي ليه فيه خشبة اشتعلت ده اللي أدى إلى إنه الإنسان أشعل النار بعد كده بإيده تفاهم أقصد إيه؟ ليه النبتة دي بتطلع من الأرض ده اللي أدى إلى إنه الإنسان أصبح مزارع وهكذا لماذا؟ وبطل تقول لعيالك كفاية أسئلة مش حاجة اسمها كفاية أسئلة العايل اللي يسأل يبقى دماغه شغالة العايل اللي ما يسألش يبقى عنده مشكلة إن انت بتحبطه بتبططه ما تبططش ابنك ولا بنتك بعد إذنك وفي عائلات بتدعم ولادها وبناتها لآخر المشوار يعني بالتأكيد ماير شريف علشان تبقى بطلة عالمية كبيرة أكيد كان عندها دعم مزهل من عائلتها هو طبعا من فضل ربنا الحمد لله هي كان عندها عزيمة وإسرار يعني أي لعب ما فيه لعيبة كتير تنس مصر صح بس انت لازم يبقى عندك عزيمة وإسرار إن انت نفسك عايز حاك أنا عندي أربعة بيلعبوا تنس ما شاء الله ما شاء الله بس هي دي اللي حبت إن هي تستمر كرير لها يعني البقيين بيحبوا الرياضة بيلعبوا الرياضة بيلعبوا الرياضة لكن ماير عايزة تبقى بطلة عايزة تبقى بطلة وتحترف بره وهو تبقى دي شغلتها دي شغلتها دلوقتي يعني دي خلص كده تبقى دي كل حياتنا بالظبط ما جتيش مثلا ما دام أمل قلت لها لا إحنا نركز في مذاكرتنا بقى ونسيب التمرين في الفترة بتاعة الامتحانات نركز في مذاكرتنا بقى وننسى قصة البطولات عايزين نركز في الجامعة نركز في الشغل يعني ما عملتيش معها الحاجات بتاعة الأباء والأمهات المصريات المعتادة دي لا أصلا هم بص أهم سنوات عندنا اللي هي بتحسم إن هي هتطلع إيه سنوات العامة عندنا إن هي لازم تاخدها هي دي المشكلة عندنا في تعليم المصري أنا عندي روان كانت سنوات عامة السنازي آخر أربع شهور ما كانتش بتتدرب عايزة فترة سنة عشان ترجع تاني مثلا ماير في الفترة دي مثلا في السنوات العامة كانت قاعدة وبرجف كم وجات امتحنت وهي وحظها وجابت تاني في المجل ما شاء الله وروان عملت إيه طمينينا طيب لا روان جابت 65 علمي 65 علمي ماير كانت أدبي أدبي كله كان أدبي إلا روان روان هي الوحيدة اللي دخلت علمي آه عشان مش عايزة أحفظ ما بحبش الحفظ كده يعني ودخلت كلية إيه؟ لا هي هتسافر برا تدرس برا زي أخواتها يعني هتسافر ونوية تدرس إيه برا؟ آه طب رياضي برا طب رياضي طب ده منذ واخد قرار إنها تكمل في نفس الخط يعني آه كل شوك المدام أمل ثبت والدة البطلة ماير الشريف طيب خلونا بقى نروح لتقرير لطيف كده على عم مجدي عم مجدي بيشتغل بالخشب فيعمل عكزات ويعمل الشمسية الحلوة بتاق ده الشمسية دي كانت حدوت يا جماعة أنا كنت بطل العالم في غرز الشمسية على البلاج بطل العالم آه كان اللي يعلم يغرز الشمسية على البلاج خلينا جيبه خلي عمد الوهاب أنا بنخلاني يعني عشان بس يعني نبقى متفقين كده فيعلموني إزاي أغرز الشمسية مظبوط وإزاي الهوى ما يطيرهاش ودفن الشمسية بتاعت زمان دي أحلى من الشمسي بتاعت دلوقتي مليوم مرة الشمسية اللي نخدها ونطلع نجري ويبقى في عندنا كده مسابقة صبيان العيلة فاكر ونطلع على الرملة الباقي وكل واحد فينا عاوز يستعرض قد إيه هو زكي وقوي في نفس الوقت قوتك وإنت بتغرز الشمسية وتقعد تعمل كده عشان تثبت في وسط الرملة وبعدين بقى ونحركها وبعد كده تغيل عليها الرملة مرة تانية وتقعد تكمسه بأيديك ورجليك بمنتهى القوة والصبر وبعدين بعد كده تبدأ تزبطها بزاوية معينة علشان الهوى ما ياخدهاش والطير فهيبقى شكلك وحش جدا قدام العيلة اللي انت بتتمنظر قدامها دي بتاعت قدام بقى عيلتكو عمل نفسك بطل عالم في غرز الشمسية قولنا كان في حاجات حلوة في حياتنا زمان انا مش عارف انا ما بقاتش موجود بقى دلوقتي هي الشمسية هيها اللي طلع بتاع يتلاقي جزعي كده بتاع خشب شجرة ولا مش عارف ايه حطانا لات غلق اسمانة بقى يعني بقى هده هاس عمين فيها اصدقاء البيئة قاوي بحطين شمسية سابتة اولله ويبقى عليها جريدة النخلة هيه شكلها اللطيف بس بفيهاش المتعة بتاعتنا وحنا صغيرين ده كان جزء من اللعبة بتاعتنا اول احنا كنا بندروح البحر الساعة 8 صباحا اولله فعم ماجدي بقى بيعمل العكزات ويعمل الشماسية الحلوة ويعمل الشوم مش عشان نستدرب بعضها لحاجة ده بيبقى حراسة حلو وبعدين عندنا بقى في قبلي الشومة دي وقصوا لجان الملك ما فيهاش هزار واحدة من اقدم وقراها بصراحة من اجمل الحرف اللي في بلدنا اولله فعصر الحرفيش التاريخ بقى نشوف فيه رواية جميلة جدا للكتبة والقديبة ريم باسيوني اسمها ولاد الناس الناس اللي مهتمة يعني بتاريخ مصر زي حالاتي كده او بالتاريخ بشكل عام عارفين ان كلمة ولاد الناس دي دي كلمة سيئة جدا يعني اول تقول دول ولاد ناس يعني دي مش حاجة حلوة بالمناسبة اولا لان احنا كلنا ولاد ناس محناش ولاد قرود يعني ده مبدئية وده مصطلح والله بكلمك بجد ده مصطلح نشأ في فترة حكم المماليك وكانوا علشان يفرقوا ما بين طبقات المجتمع او بالادق ما بين المماليك وولادهم واسارهم وما بين اهل مصر المحروصة احنا اللون بتاعنا ده المماليك طبعا كانوا جايين من اوروبا فبيض وعنيهم زرق وشعرهم مصفر وحاجات زي كده المهم وكانوا جايين عبيد حربي يعني كانوا بيتم استعبادهم واسروهم من هم صغيرين كده 12 سنة ويتم استخدامهم بعد كده في الحروب وكلام من ده المهم فعلشان يفرقوا ما بين الناس وبعضها فقال لك دول اسمهم ولاد الناس وده اسمه الحرفوش اللي هو احنا المصريين يعني اللي هو احنا اصحاب البلد احنا الاسياد اللي بجد يعني ففي الكتاب سيدنا يبقى قاعد بيحفظ العيال القرآن الكريم ويعلمهم مبادئ اللغة العربية والاملاء لو قرب من حد من ولاد المماليك سيدنا هيتقدر وسيدنا بيطلب الأجرة بتاعته فالأجرة دي ممكن تجيله فلوس وممكن تجيله كوزندرة شوية غلة أكلة معتبرة بطاية محمرة زي ما يطلع فسيدنا ليه مساعد كان اسمه العريف فالعريف ده ليه شغلانتين يحصل الأجرة أو يعاقب من لم يأتي بأجر سيدنا هو المسؤول عن العبط يطعبط أو يتمدى على رجليه فكان سيدنا علشان ما يقربش من الحرفي عم قربش من ولاد المماليك يقول له يا ولا ولاد الناس على اليمين والحرفيش على الشمال فيقوم لما تحصل عقوبة ولاد الناس اللي هم المماليك ما بيتعاقبوش إحنا اللي نتعاقب مع إن إحنا صحاب البلد على كل حدوتة قد يكون أو ملهاش علاقة بالتقرير لكن العلاقة تاريخية النبوت اللي شغلوا الحرفيش علموا بيه أما ماليك وعلموا ولاد الناس الأدب فاصل وتكمل الكلام بعد التقرير والفاصل أنا اسمي مكدي أنا كنت سنة 1974 فأجازت العام الدراسي فكنت معدي في السكة الجديدة بالصدفة فوقفت قدام الدكان فقالت له ما أنا عايز أشتغل عندكم كنت صغير لسه كان عندي حوالة 12 سنة تعلمت المهنة ولأنها تعلم الصبر وتعلم طولة البال عشان أنا أمسك خرزانة وأمشيها على النار وأمشيها وساوية وأمشيها زي ما حضراتكم هتشوفوها ده بتبقى عايزة صبر وعايزة طولة بال وعايزة عصب مع كوة عشان أنا أعوج العصاية زي ما أنا عايزة عشان ما تمزقنيش أنا شغال في الشماسي يعني أتعتبر من زمن الزمن يعني أنا من سنة 1974 وإحنا بدأنا في شغل الشمسية أول خرزان أنواع أولا فيه نوع اسم نوع وزيري اللي هي العصاية التخينة اللي هي اللي في ظهري ديت وفيه نوع اسم سلطاني بردك في ظهري وفيه نوع ملكان أحمر ده بتعمل الكراسي البامبو وفيه عص سابتان وبلدي اللي هي اللي بيعمله في المدارس وفيه رتان زي اللي اللي معمول له الكرسي دوت والخرزان دوت مستورد المهنة ديت مهنة يدوية المهنة الوحيدة اللي ما داخلتش فيها أي حاجة آلية كلها يدوية إن أنا بعض قدام النار بستحمل الضغط النار عشان أسوي الخرزانة العصاية اللي أنا حقوقها وأعرف إزاي نية استوت وأبدأ ألفها لحد ما تتلف معي وأم جاء مظبطها ومشططها أنا بحب المهنة دي جدا جداً هي في دمي ويقبص حضرتك أحب الحاجة هتحبك يعني أنا حبيت المهنة ديت وحبتني لأنا أقدر أستغنى عنها ولا هي أقدر تستغنى عني ومن سنة أربعة و سعبين لحد دوتنا هذا ما روتش أي مهنة تانية إلا المهنة دية لأنها في دمي وحبتها وطولة بالها يعني عايزة طولة بال وعايزة أعصاب وعايزة يعني تكون الوحيد جسمه مرتاح يعمل شغلة زي دية ما عدنا الأسبوع المنير والمستنير مع مولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن لجامعة الأزهر فقهنا المفضل منوّرنا بارك الله فيكم ومتابعينا ومشاهدين الكرام والشكر موصول لبرنامج التاسعة مساء التاسعة مساء مولانا احنا كما جرت العادة بيبقى فيها عندنا كده تقرير أسئلة المواطنين وأهلينا لمولانا الشيخ أحمد كريمة نشوفه ونشوف الأسئلة إيه وبعدين نرجع ونتكلم برضو على مولد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كل سنة وحدك طيب الصلاة والسلام والإنسانية كلها بخير وسلام اللهم أمين نشوف جماعة التقرير والأسئلة ونرجع لكمل الكلام في واحدة ست زوجها متوفي قريب وهي المفروض في فترة العدة لكن هي مقيمة هنا في القاهرة وابنها ليها شقة في اسكندرية ابنها مقيم فيها متزوج مقيم فيها يحل ليها أو يجوز إنها يتسيب شقة هنا وتقعد معها في اسكندرية وهي في فترة العدة قبل ما تلسة بعلها الجزة شهر بس ميت عايزة أسأل على الصلاة المقادية أنا مثلا بتديت صلي عشرين سنة صالة المقادية دي المفروض أن أنا بجاوب عليه يعني أن أنا بواجب عليه أن أنا أصلي ما يعادل الصلاوات دي كلها ولا كده بتسكت لحد ما أنا بتديت أن أنا أصلي أنا بأمر زوجتي بالصلاة فالأمر هل في الحالة دي هيبقى كده أمر أن أنا أمرها ولا لازم يبقى ربنا اللي يهديها للشيء لربنا سبحانه وتعالى قال لك نمأ تهدي من أحب الله يهدي من يشاء فأنا كل ما أهديها للصلاة وأمرها للصلاة شوية بتصلي وشوية تقطع أنا شغل في مكان أنا دلوقتي بطبخ وكده اللي هو مطبخ ففي مكان في المكان اللي أنا شغل في بيبقى مرشوبات كوحلية وكده فالبقى الفلوس اللي أنا بقى 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 دي فالبقى رزبط حرام ولا عادي يسر رقم سبعة سبع سماوات سبع أرض سبع عجاف سبع يظلوهم من المولى سبحانه وتعالى يوم ما لا ظل إلا ظلة فأنا عايز أعرف بسر رقم سبعة بس يعني الدلالة بتاعته قوية هو راجل عالم يفيدنا هو أكتر كل ما عمل حاجة يعني باخد خطوة برجع تاني بصاب بصاب أنا كده إيه مصاب مثلا محسود بتاع ولا لا أعرف نفسي إزاي أنا محسود ولا لا متى يعتد الرجل إن الراجل ليه عدة بس في أي حالة أو في أي حالة يعني ده سؤال مهم طيب أهلا بحضراتكم مرة تانية أنا هستأذنكم واستأذن مولانا فأنا لا عايز أبدأ بالسؤال الأخير لأن أنا أول مرة أسمع الجملة دي الراجل ليه عدة حاضرة جاوبك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وعلى سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولا واتبعه دا وبعد طبعا المرأة لها عدة تتنوع إلى في عدة بوضع حملها في عدة بالثلاثة حيضات أو ثلاثة أطهار وفي عدة بالأشهر إذا كانت لا تحيد أو عدة الوفاء أربعة أشهر وعشرة أيام دا بالنسبة للمرأة بالنسبة للرجل طبعا حقيقة لا يوجد له عدة لكن مجازا في حالة واحدة إذا كان متزوجا من امرأة وأراد أن يتزوج بما نهت عنه الشريعة أن يجمع بينها وبين من تحرم عليها لو فرضناها زاكر يعني باختصار إذا كان متزوج امرأة وأراد أن يتزوج من أختها من عمتها دي أنا أمثلة يعني في الحالة دي بنقول إذا طلق هذه المرأة اللي يفزى في عصمته يبقى هينتزر كأن هينتزر عدة الوضع لا بالزبط ثلاثة شهر بس فيطمئن أنه ما فيه أصبحت أجنبية لا أصبحت أجنبية لأن هنا طبعا حضرتك إذا كان الطلاق بإزاي تراجعيا من حق أن يرجع مزاوكة المتلقة اللي هو طلقها طيب حتى نطمئن أو على أن أصبح الطلاق بائن يبقى تنقاض العدة على حسب نوع زوجته التي سيطلقها تمام ولا إذا كانت حاملة يبقى هينتزل التسعة أشهر إذا كانت بتحيض يبقى ثلاثة أطهر إذا كانت لا تحيض يبقى ثلاثة أشهر بس فهمت بس هنا العدة مجازا يعني مش مجازا يعني مجرد انتظار الوقت لا أكثر لا يسأل ده يخذني على السؤال الأول خالص سيد الفضل لكنت بتسأل على عدة الترمل هل يحق ليها أنها تسافر إلى أبناء في الإسكندرية هي اسمها الإحداد على فكرة سعادة النائب صيد يوسف بيل حسيني الناس فهم الإحداد غلط فهمين الإحداد أن المرأة معتقلة لا تخرج من بيتها إطلاقا ما ده المتشددين هذا الخطأ ما لهم بقى سمحولهم بالخوض في الدين لهم المتسلفة المرأة يا سيدي أثناء عدة الوفاء اللي هي معروفة بالإحداد لها أن تمارس حياتها العادية تماما إذا كانت موظفة تذهب إلى عملها إذا كانت تذهب إلى السوق إذا كانت سلة الرحم تشرف على أولادها في المدارس إلى آخره هي ممنوعة من أمرين ممنوعة من الزينة اللي هو معروفة بإسمها المكشياج وممنوعة من أنها تبيت خارج منزل الزوجية من بعد العشاء إلى أزان الفجر حتى لو عند ابنها؟ لا لسي جاي يوم فإذا وجدت ضرورة ملحة يعني خيفة عليها كان عندها مرض أو خوف أو لا أحد ظروف تمكنه من أولادها أو محارمها أن يبيت معها الحالة دي من الممكن لهذه الضرورة أن تذهب لأحد محارمها وليكن قال ابن مثلا ليبقى ما فيش المشكلة بس للضرورة طيب الصلاة الفائت فلان الفلاني انقطع عن الصلاة لفترة من عمره نعم وربنا سبحانه وتعالى هداء وعدل الصلاة تاني يعمل حضرتك أخرج البخاري في صحيحي بالسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها قضاء الفوائد وعند العلماء ما عدا بعض أراء فردية في الفخ الحنبالي أن الفوائد تقضى على حسب سعة الإنسان إما مع كل فرد وإما حسب نشاطه المهم حتى يغلب على ظنيها أنه قضى الفوائد لأن الإنسان منذ البلوغ الشرعي مأمور وبيسجل عليه يسجل عليه الصلوات يسجل عليه سيام رمضان يسجل عليه الزكوات كل ده بيسجل هيطالب بيه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم الخيامة الصلاة ده من حقوق الله عز وجل فإن صالح الصلاح وما بعدها وبالنسبة لحقوق العباد أول ما يحاسب عليه الدماء ولذلك مدخل الدماء النميمة الإسلام بيعالج الجرائم قبل وقعها فتحرم النميمة لأنها تؤدي إلى الخصومات وافترضنا أنه هذه الصلوات اللي فاتت عليه قعد سنين ما بيصليش لا يقضي أنا قلت لحضرتك إلى أن يغلب على ظنه وقت نشاطه يعني نفرض أنه يوم أجازة أو يوم جسمه مرتاح يصلي يقوم يصلي مثلاً هيصلي العصر يبقى يصلي معاه عصر وهكذا ونسأل الله أن يتوب على العصر اللهم أميني رب العالمين الراجل اللي كان بيسأل على مسألة أنه هو بيطلب من زوجته الصلاة فبقول هل يعني أنا كده أفضل أأمر وأطلب ولا أستنى لما ربنا يهدي هل أرغمها ولا الهداية من عمد الله إن شاء الله الهداية من الله لأن الله تعالى وضع لنا قاعدة في القرآن الكريم إن الله إنك لا تهدي من أحببته لكن الله يهدي من يشاء الله يفتع عليك بس هنا يا سيدي لما نقرأ خواتيم سورة طه قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة وأستبر عليها ما قالش وصبر يعني أمرها مرة ومرة 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 وهكذا بس هنا الأمر طبعاً ده أمر معروف كعمل إرشادي بالحكمة والموعزة الحسنة بس نعم بس أصله في صلاة بالإرغام بالإرغام العادة وليست عبادة لأ وبطلت لأنها هتونا في النية طبعاً لأن أنا لما بنوي أن أنا أصلي بأصلي طاعة لله وامتسالاً لأمره واتباعاً للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الله 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 طيب أخونا الشاب اللطيف أو ابننا الشاب اللطيف قال أنا رجل بشتغل في ممخ ولكن المكان اللي أنا بشتغل فيه فيه مكاة يعني تابع لي مكان بيقدم فيه الخمور هل أنا علي حاجة؟ لا طبعاً حضرتك كل إنسان يتحمل وزر نفسه لا تزر وزرة وزر أخرى وليس الإنسان إلا ما سعى إذا كان هذا الإنسان بيعمل في مكان بس هو لا يساهم في تقديم خنزير وده محرم في الشريع الإسلامية ولا حمل أو تقديم أو صناعة خمور بطبيعة الحلوة لا شأن له بالأقسام الأخرى وإن شاء الله كذبه حلال ويظل له في مكان بعيد عن الخنزير أو التقديم وبعيد عن الخمور من جهة التقديم ربنا يا ربي يرزق طيب سر رقم سبعة أنا أول ما سمعته قلت أكيد السر دا حكم إلهية يعني نقول إيه بلا شك يعني بعض الناس بيقولوا مثلاً إن السماوات سبعة والأرض سبعة والسبعة المساني والطواف سبعة يعني أنا بس أنا أريد من الناس صريح إن في ناس عندها شغف بلغة الأرقام لكن هي الأضية قد تكون أمر قدري من الله عز وجل لكن إحنا نعتني بأن الأسرار يعلمها الله عز وجل وينبغي أننا إذا أردنا أن ندعو إلى ديننا ندعو إلى ديننا بالرقائق وتلاوة القرآن يعني إما كان يأتي أي إنسان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام كان يقرأ عليه القرآن الكريم هذا اللي إحنا نتعلق به إنما هنقعد بقى نقول أصل العدد الفلاني والعدد التسعتاشر ومش عارف العدد كام والعدد كام هي في ناس أنا لا أنكر بتستويها هذه الأمور آه طبعا نعم بس خلينا يعني نبقى بنركز على الأصول بتاعتنا وفقه الأولويات طبعا طبعا طيب في شاب آخر قال أنا ساعات أبقى بخت وخطوة ما وبعد ما أبقى محضر نفسي ومستعد ومتحمس ألاقي نفسي أخد خطوة وروح راجع هو أنا كده محسود ولو أنا محسود أعرف إزاي ولا أعمل إيه؟ خلينا في آخر عبارة يعملي في صيح البخاري ومسلم إذا الإنسان شغل في أمر معين ولا يدر هل هو فيه خير أو شر فليصلي صلاة الاستخار الله ينور عليك لله عز وجل يصلي ركعتين في يعني بعد الفريضة مثلا ثم يدعو الله عز وجل بعدما ينتهي من الركعتين اللهم إني أستخدرك من خدرتك وأستخيرك بعلمك فإنك تخدر ولا أخدر وتعلم ولا أعلم اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في عاجل أمري وآجله فيسره لي وإلا فاصرفه عني ويسميه ويداوم عليه والله إن كان أمر ربنا يسره له وقضيه بعض الناس يفهم الاستخار خطأ إنه يشوف في المنام لا في ناس تقول كذلك تشوف بحر تشوف السمى الزرق لا 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 كلام من داعه؟ هو الأمر إن كان فيه خيرا يعلمه الله حيا ربنا يسره عمله وإن كان أمر شر سيصرف عنه دي الاستخارة مع الله والأمر الثاني بقى مشاورة الصالحين الأمناء يبقى فيه الله يبقى دي صارة الاستخارة غير الله يبقى مشاورة الصالح وإحنا عدنا الحمد لله صورة كامل اسمها صورة الشورى وأمرهم شورى بينهم سلام الله العظيم طيب أستأذى حتى كمولانا إن إحنا نروح للفاصل نرجع بعد الفاصل نتكلم شوية مش بس عن المولد النبوي الشريف ولكن عن أخلاق سدن النبي وأظن ده يعني من ضمن الحاجات اللي إحنا لازم نرسخها ونكرسها في عقولنا دايما كيف كان يتعامل النبي في مواقف عدة ومختلفة ومع أنواع وأنمات بشرية مختلفة من المحيطين إذا كان في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة كيف تعامل مع الخصوم قبل تعامله مع الأعداء أو الأسف مع الخصوم قبل تعامله مع الأصدقاء أو الصحابة إلخ 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 نفاصل ونكمل الكلام أهلا 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 وسهلا بحضراتكم وكل الترحيب بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريم وأسيد الفقه المقارن بجماعة الأزهر وكنا بنتكلم على المولد النبوي الشريف وأخلاق سيدنا النبي ويمكن أنا دايما مشغول بمسألة إزاي النبي كان يتعامل مع الاختلاف ويتعامل مع الخصم أخلاق النبي في ده بسم الله الرحمن الرحيم الله قال في سورة المزمل واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا هجرا جميلا فهذا المبدأ في تعامل مع الناس وبالذات كما تفضلت المخالفين هجيب ثلاث نمازج بالسرعة مراعاة للوقت إذا جئنا إلى عباد الأصنام والأوسان فمر أبو سفيان وفي حالة السجال والحرب ما بينه وبين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فالمهم أن أبو سفيان حصلت مجاعة في مكة وأرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا القاسم إن بني قومك يعني أهلك وعشرتك وكذا في مكة يأكلون الجيف وأوراق الشجر وأرسل إليه إثني عشر ألف درهم ليشتري ميره يعني الأقوات الضرورية من الشحن واللحم وكذا والدخيق إلى فقراء مكة حتى هم بيحربوه وهم حربوه وطردوه وآزوه نعم لأن هنا أخذ بمنهج من أحياها وكأنما أحيا الناس جميلة هجيب مثال من أهل الكتاب زيد بن أبي سعنة كان من أحبار يهود وفقراء الصفة في المسجد النبه والشريف كانوا بحاجة إلى تمر وكانوا بحاجة إلى بر إلى أمح علشان يأكلوا ويعيشوا فالرسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه 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 رضوان الله وبيش صحافهم يا رب فجاء زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا القاسم يا محمد اعطيني يديني فما علمتكم يا بني عبد المطلب إلا مطلع يعني ابتكل أموال الناس ثم جذبه من أعلى ردائه وكان من كتان فأصر في عنقه الشريف صلى الله عليه وآله كل هذا ورسول الله ساكن سمع السب والشت لم يحرك ساكنا لأنه على خلق عظيم والرجل جذبه من مجامع ثوبه وأصر في عنقه ما رد الإساءة بمثلها تبدأ أكيد كان سيدنا عمر بن الخطاب هو يأكله هو آم طبعا سيدنا عمر لما لقى هذا حاجات دي ما سيدنا عمر فقال لزيد أتقول لرسول الله صلى ما أسمع لو بيتهمه أنه بني عبد المطلب حشاه مطلع وتصنع به ما أرى والله لول الله الذي أخشى فواتي عن فوات الجزاء لشققت رأسك بسيفي هذا هنا بقى هيتكلم الرسول رسول السلام قال يا عمر كنت أنا والرجل بحاجة منك إلى غير هذا تأمرني وقفا عند الوقفة دي تأمرني بحسن الأداء وتأمر الرجل بحسن الاختضاء يعني بدل ما تعنف الرجل وتخيفه أنت كنت تقول يا رسول الله إذا كان ما عندك أموال فلنؤدي أديها وتأمر الرجل لما يجي طالب بيدانه يطالب بأدب قد تبال حضرتك وشوف الرسول بيقول لسيدنا عمر ده الرسول ده واحد من رأيه تأمرني نعم فالمهم قم يا عمر فأديه إيديناه وزده عشرين ساعا ما كان ما أخفته كمان مع أنه الرجل هو اللي اعتدى بالظبط في الطريق سيدنا عمر وريح بقى ما كان بيت المال مثلا زيد ابن أبي سعان بقول له بقول له يا عمر طيب أنا لي يدين كذا إنما لعشرين ساعا ليه قال له ما كان ما أخفتك يعني عوضا عن أن أنا أدخلت الرعب عليك قال يا عمر والله ما من علامة فيه إلا عرفناها لكن هناك خلة باطنية أردت أن أختبره لاتعرف عليها قال وما هي قال نقرأ في شروح كتبنا أنه لا يجز السيئة بالسيئة ولكن يدفع السيئة بالحسنة يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه و السلام اشهد يا عمر أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن أموالي صدق على المسلمين فتبسم سيدنا عمر قال قول على بعض المسلمين فإن أموالك لا تسعه دي معاملته مع اليهود معاملته مع آه لسه بقى بردخلوقت عن اليهود من اعتدى عليه نعم سيدنا النبي عليه السلامة ما تزوج بستين صفية بن تحيي وهو كان من زعماء يهود فبعد أزواج النبي يعني كأنهن يعيرن هذه الزوجة أو هذه المرأة بأصولها اليهود فستين صفية شكت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله يعيرونني بأن أبي وجد و كذا كانوا من اليهود الرسول بكل يعني هدوء قال قول لهم أو لهن يعني إن عمي موسى و هارون عليهما السلامة الله بس خلصت الله خلصت في ناس أبحلم من كده سليم طيب نيجي بقى الأهل الكتاب أول شيء ستينة مارية الخبطية و دي من قرية حفن بمحافظة المينيا من مصر أولا حملت اللقب سواء اللقب عبر عن الجنسية أو عبر عن الديانة القبطية المصرية ماشي لا غضادة في هذا المناخ و هذا الجو لأن هذا الجو في سلمان الفارسي بلال الحبش سهيد الرومي مارية القبطية كل الجنسيات ذابت في مجتمع الرحمة مجتمع الرحمة و الحمد لله لنا كمصرين أن نفاخر الأمم أن البلد الوحيد والسعيدة صفية اليهودي نعم والسعيدة صفية بنت صفية الحمد لله يعني أنا عندي أنا في جامعة الأزهر عندنا بفضل الله مدينة البعوث الإسلامية فيها حوالي من 85 جنسية زي الطالب المصري على قدم المساواة في كل شيء فالمهم أرجع لسه إحنا مع أهل الكتاب لما جاء وفد نصارى نجران وبعدين أرادوا أن يتعرفوا على الدين الجديد فالمهم الرسول استضافاهم فين في المسجد هو تعمت ذلك حتى يبين للمسلمين الإخاء الديني مع أهل الكتاب في أعظم صوره وأيضا حتى يبين تكريم الإسلام للإنسان كإنسان وإن الإنسان طاهر الجسد بغض النظر عن المعتقد أو المذهب أو الدين أو اللغة الماما قرأ عليهم القرآن الكريم لم يسلم الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه رضي الله عنهم صلاة الصبح هم استأذنوه يعني نصارى نجران أنهم يصلوا صلاة الإشراق على حسب مذهبهم المسيح وبيتوجهوا شرقا للصلاة أيا كان فالمهم الرسول سامح لهم على أن يصلوا في المسجد وأمام الرسول وأمام الرسول هنا بقى قبل ما يجي ناسا نبارئوا بحقوق الإنسان نقول حقوق الإنسان عندنا لسنا تلميذ عند الآخرين يعلموننا حقوق الإنسان نحن نعلم الدنيا ونفاخر الدنيا بأن حقوق الإنسان عندنا من خير إنسان في خطبة حجة الوداع في دستور أو وسيقة أو صحيفة المدينة من أربع وخمسين مدة عندنا هذه الوقائع التي هي كيف تعامل النبي مع الآخرين فالمهم بقى نصر نجراني استأذنوا ألوحنا سنريد أن نعود إلى بلاده ولم يسلم فأرسل قوة حراسة تحرصهم حتى يغادروا حدود يثرب المدينة فقبل أن يعني يذهبوا قالوا يا أبا القاسم يا محمد ألا تكتب لنا عهدا قال نعم نكتب عهد قالوا حتى ولو صلح حتى لا يعتدي علينا أحد من جنودك أو من الذين يحالفونك قال نعم نكتب تعالى وجاء بأربع من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فكان من بنود هذا الصلح مع نصر نجران قلطة الحلقة لحد كده لو كلنا العمر إن شاء الله نقابلكم بكرة وبرنامجكم التاسعة سلامات